اشتركوا في القناة احنا في قلب المنزل ديالاستاذ المحامي السعيدي صاحب الاوديو الشهير ضد رجل السلطة ضد قائد الملحقة الاولى هنا بمدينة ابي الجاد كما شفتوا معنا مشاهدينا كنا قدرنا التغطية للمحاكمة ديالاستاذ يعني اللي كانت يوم الاثنين وشفتوا معنا كانت كانت وقفة تضامنية من الساكنة يعني في واحد الحرارة الاكتر من خمس ساعات يعني اللي كانوا يتسنوا امام المحكمة بشعارات وكذلك التغطية البارح الخميس اللي ابقت يعني الحكمة ما تنطق الحكم حتى الوقت متأخر من الليل فمشاهدي قناة شفت اذي كما قلنا احنا اليوم في قلب المنزل ديالاستاذ السعيدي فا اول خروج اعلاني كاننا البرح لتفرج يعني لكي يعنق الحرية الحمد لله عندنا سؤال لك أستاذ أستاذ شفنا الوقفة اللي درت ساكنة ديال أبي الجاد يعني في عز الحر والمساندة ديالهم لك خلال المحاكمة شنو السر وراء هاد الحب اللي كيكنو لك ساكنة أبي الجاد مرحبا لك أستاذ السلام عليكم من لعاب التملق والانبطاح وراء بعض المؤسسات السر في هذا الحب الذي تكنه لهذه ساكنة هذه المدينة العتيقة مدينة الشرفاء والصالحين تيكمن في كون ابن المدينة مرتبط بها مهنيا وعاطفيا وأتواجد بها باستمرار ومارست فيها مهنة المحمد النبيلة هذه مدة من 34 سنة كما أنني منتخب جماعي لمدة 20 سنة في ممتل السكان في مجلس بلدي مدينة أبي الجاد والساكنة عبارت عن تضامنها المطلق مع ما تعرضتوا إليه من اتقالات ومن مضايقات سواء في السابق أو سواء الآن المغرب ومن مختلفة من مختلف الهيئات المهنية وذلك ليس لمناصرتك كشخص وإنما كشخص وكبيدل معرض دائما لمحاولات الإدلال ولكن ذلك لن يزيدها إلا توهجا ولن يزيدها إلا صمودا في مواجهة كل كل من يود أن يجعل من المهنة مهنة إن بطحية مهنة تابعة عاشة البدلاء وعاشة جميع الزملاء الذين أزروني والذين أبدوا وعبروا عن سيائهم للاتقال الذي مرس علي والذي لم تكن له مجيبات خاصة أن الخبرة الصوتية أثبتت على أنه هذا الأوديو محتمل أن يكون منصوبا إلي والاحتمال يسقط بالاستدلاف في جميع الميادين سواء المدنية أو العقارية فبالأحراف الميادين دين الحرية إنني أؤمن ببراءتي ولازلت سأتابع الملف إن شاء الله أمام جميع في المحطات المقبلة للحصول على براءتي كما أشكر جميع العقلاء الذين ضبروا هذا الملف بمصداقية وبتناغم وتناسبية وبالتالي أجهدوا أجهدوا جميع المحاولات التي قام بها لأنه بطاحيون وراءة داخلية وهم معروفون لدي ومعروفون كذلك لدينا الساكينة ولكن خرجوا من هذا الملف صغيرين وخرجوا من هذا الملف حقيرين حقيرين وهذا هو ما كان يهمني والحمد لله كما لا أخفيكم سرا على أنني كنت أرغب في أن أتواجد بمنزلي حرا وذلك لمتابعة مناقشة ابناتي العزيزة ريمس سعيد اليوم لطروحتها لليل شهادة مهندسة في الطاقات المتجددة من جامعة الرباط الدولية وهو ما حصل فعلا والحمد لله الحمد لله الحمد لله كما أجدد الشكر دائما دائما لقناتكم التي تابعت بكل مصداقية وبكل حرفية سواء هذه الملف أو ملفات أخرى معروفون على ذلك صحقا كذلك لكل إعلامي المأجور وللأقلام كما قلت التي تكتب من لعاب التملق وحقارة لجميع الانبطاحيين وراء وراء المؤسسات هؤلاء الانبطاحيون الذين دلوا دلوا بمعانقة للحرية شكرا جزيلا شكرا جزيلا نعم يعني كما في النوم لك أستاذ أنك تطرح عن التلفرية خصوصا أنك تتمنى أن تحضر اليوم مع البنية تتمنى لهذا التوفيق إن شاء الله حضرتي معها كيف كان شعور هذه طبعا شعور لا يتصور لأنها كانت تحس بنوع من الإحباط و من الشعور مخجل وتحس وكأن بعض طاقتها هو ناقص الأب بالنسبة لابنتي هو شيء مهم ولكن الحمد لله على أن هذا الحكم الذي صرح بالموقوف كان سببا في معانقة الحرية الساعات الأولى من صابح هذا اليوم من سجل محل بوضيزم ومباشرة التحقت ببنتي على الساعة التاسعة التي كانت تتهيأ لمناقشة رسالتها وهذا ما تم فعلا وكانت فرحتها كبيرة جدا كبيرة جدا والحمد لله أثناء التغطية دينا أستاذ للمهار الثنين والد يلبح لكل كانت يقول لنا مرضين مينتو كل ما تقول لنا هذا أستاذ مرضين مينتو يعني كانت كلمات كبيرة ضد مرضين مينتو وأستاذ دينا دوي والحمد لله هذه شهادة من الساكينة المدينة قبل جاد وقضى ربك أن لا تبهد إلى إياه ولو يدين إحسانا نحن نطلب الله تعالى أنه يرافقنا بالوالدة بإحسان إلا أن نلقى الله أو أن تلقاه نحن لا نعلم الغيب والله تعالى وحده يعلم بالعلم بالأعمار ولا تدري نفسهم بإيئة أرض تموت ولا تدري نفسهم ماذا تكسب قدر ولكن هذا واجب واجب روحي وديني أن نكون مهتمين بآبائنا وهذا ليس بعزنا على هذه المدينة مدينة الدين ومدينة الفضلاء ولو أن بعض الارتزاقيين الارتزاقيين سلطوا عليها سلطوا عليها من جهات أخرى ويحاولون قدر الإمكان إدلال رجالاتها ولكن ذلك لن يزيدنا إلا عزة وصمود وتشبت بهذه المدينة التي أعطتنا كل شيء وأعطيناها كل شيء وارتبطنا بها وجدانيا وواقعيا وموضوعيا ومعنويا والحمد لله التاريخ 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 ونتمنى من الله تعالى أن لا نرمأ إلى مذاب للتاريخ لأن هذه الحياة هي حياة إما أن يسجي لك التاريخ وإما أن ترمى في مذابري التاريخ وشكرا كلمة أخيرة أستاذ بدأ أول حاجة سنقول لك لا يتبع كردات موينس أعطنا لأنك مرضي لموينة ديالك يخليها لك وليخليك بيها كلمة أخيرة أستاذ دائما تنشكر القناة ديالكم الجادة وتنشكر كذلك جميع من أظرني في هذه أنا لا أقول محنة ولكن في هذا في هذا الدرس الباليغ الذي الذي استفدت منه كثيرا لأنه أفضاء وفضحة فضحة كما قلت سابقا البطحية بعض المؤسسات وبعض المسؤولين هذه البطحية التي أصبح المخزن ليس في حاجة إليها لأن المخزن عنده ما يكفي من الانبطحيين عنده تخمى وبالتالي هالنبطحيون الجدود اللي استفقوا وراء هاد 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 الرجل المؤسس الذي يمثلوها تنعتقد بأنهم أخطاءوا الطريق أخطاءوا الطريق ورصاستهم كانت رصاستا إشاء لأنها أفلت لحيا وأصابت ميت بالنسبة لي أنا أعطيت للمحامة كل شيء أعطيت شبابي وكهولتي وأنا الآن في شيخوختي لازلت أعطيها كما أعطتني كل شيء وأن لكل من يعتقد على أنه سيمثل بيدل أو يدلها عن طريقي فهو خطعاً فهو خطعاً جسيم الدوتا منه بالشعارات التي رددت والساكنة التي أذرتني وبالمحامين الذين هبوا نقباءاً ومحامين ومحاميات من جميع أنحاء المغرب نصرة لي ونصرة لي العدالة ولا عاش الإنفطاحيون تجار تجار القرارات وخدام بعض المؤسسات بشكل فاضح بشكل فاضح وقد فضحهم الله قد فضحهم الله والحمد لله على كل حال ولو أن هذا القرار عانقته بسبب الحرية إلا أنني لازلت أؤمن بالبراءة أؤمن بأن القضاء سيقول كلمته الأخيرة يعني الحكم التي تصدر حقك يعني تشعر موقفة تنفيذ الأستاذ ما رضيش عليها وهذه السيد طبعاً سأمارس جميع حقوق التي يخول القانون وذلك بالذهب بهذه الملك بعيداً وإلى آخر محطة من محطات التي يخول القضاء العتبار أنه كما قلت وإن كان أتاح لأن أعانق الحرية لأنه موقفة تنفيذ فإنه لم يتح لي ما كان يمكن أن يكون وهو أنني بريء من هذا التسجيل سيما وأن المعهد الوطني الخبرة والصوت أثبت على أن هناك احتيمات وبالتالي هذه نتيجة ليست قطعية وليست فيها ما يفيد بالقطع على أنني صاحب هذا التسجيل وهذا ما تشبت به في جميع المراحل سواء أثناء البحث التمهيدي أو بالمعهد الوطني أو الخبرة نتيجة الخبرة التي أنجزت ومع ذلك المؤسسات لم تأخذ بهذا احتمال وأمرت في ظروف طبعا أنا أعلمها هو واهم من اعتقد على أنني لا أعلم ظروف اعتقالي كما أنه واهم من اعتقد على أنه اعتقالي لأن هذا اعتقال هو اعتقال تجاوز 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 مسطره وصدر من أسيادهم من أسيادهم ولكن الله تعالى أثبت خيبهم وخيب آملهم بمعنى قتل للحرية كما أؤكد مرة ثانية على أن جميع العقالاء الذين ضبروا هذه الملف بهذه الطريقة السالسة والنعمة وعلى رأسهم الحكماء النقاباء النفخ ريفية ومؤسسة المجلس هيئة المحامين وكذلك كل من أذرني اعتبتت على أننا أكبر أكبر بكثير من الإنبطاحيين من الإنبطاحيين من الإنبطاحيين وأعيدها وإنني أعرف ما أقصد ولا رفع الله لهم شأن ولا عزة وأدل لهم كثيرا والله على جمعهم قدير والله على جمعهم قدير شكرا لقناتكم المحترمة أعيده مرة أخرى على أن الإعلام الجاد أصبح الآن شريك في كل الجواني شريك في الحياة الاجتماعية في السياسة في الاقتصاد في القانون والتالي من هذا المنظر ديالكم أدعو بعض المواقع التي تشكل خلفيات خلفيات لمؤسسات معينة أن تعود إلى جدة تصوات وأن تعرف على أنه تاريخي وسجيل تاريخي وسجيل ولا يصح للصح لأنني لاحظ بأن بعض المواقع هي مقاطعات تابعة للداخلية هذا مؤسف هذا مؤسف الأقلام المأجورة أقلام المأجورة من الأحسن أنها تكتب من مداد الفخر والعزة وأن تنسلخ من التبعية لأي جهة لأن الإعلام الجاد المستقيل على كل حال لن نضيف أكثر وننخرش على السطر هذه مجرد إشارات للاحظتوا بأن الإعلام كان هاجم لبعض الإعلام لذا كان هاجم بوحد طريقة شارسة ولكن ترفعته لا عن الإجابة ولا عن المناقشة ولا عن الرد ولا عن اللجوء للقضاء لماذا؟ ليعطيهم درسا على أننا كمؤسسة المحامين نحن أقوى مما يعتقدون لا هم ولا الجهة الذين هم مسخراتيون لديها فبؤسا لهم وهذه حقارة ودناء لا تلق بسلطة الإعلام بسلطة أشكركم جزيلا وأعيد دائما الشكر على ما قلت به من تقضية موضوعية لهذه الميلة تابعها ألاف ومئات الألاف من المشاهدين وده فخر لكم وفخرنا كاملين واشكرون إذن مشاهدي قناة شوف تيذي كان هذا أول خروج إعلامي للأستاذ المحامي السعيدي وإحنا كما تنقول لأخوتي إحنا في قلب المنزل ليالو لي اشتو اليوم ووجه الشكر لساكنة أبي الجاد لأن فعلا كما قال هو دازف واحد ما قال شميحنا ربما قال درس أستاذ ياك ما نقول ها شميحنا نقوله درس ولكن لقى رسو ربح حب الساكنة حب المحامون يعني حب الناس يقول لك هذا أستاذ ديال ضعيف ديال دعف ديال المساكن يعني حس براسه بأن بعدها الأقل ربح حب الساكنة إلى هنا مشاهد قناة شوف تيف كنجيه لنهاية هذا المباشر من مدينة أبي الجاد مدينة الشرفاء دمتم في رعاية الله إلى اللقاء شكرا